ازاي تبسط نفسك في زفتة؟ بقى اللي مجهود يالله بينا ماينفعش تروح زفتة من غير ما تركب المعادية اللي بتوصل الناس من ميد غمر محافظة الدأهلية لزفتة محافظة الغربية والعكس اول ما توصل زفتة هتروح على مطعم السعادة موجود في شارع درب المعمل عشان تضرب احلى كريب ممكن تأكله في زفتة كلها المطعم فيه قاعدة لزيزة كده وكانوا مشغلين ماتش المغرب و بلجيكا فقلنا نتفرج عليه هناك وهو الشنة حلوة على المغرب جابت الجنة الاول وكسبت بلجيكا تننسبه المينو الصراحة طلح كبير وكان فيه كريبات وتصاد جبنة وبيتزة وفتير فقلنا نجرب كل حاجة والميزة عندهم ان المطبخ مفتوح يعني بتشوف الاكل بتاعك وبيتعمل وده بقى الكريب بتاعي وده بقى بتاع الفطير كان بيعمل حركات بالفطير وهو شراء طلبنا حيات كتيرة تعالى اقول لكم طلبنا ايه بالظلط اول حاجة بقى طلبنا بيتزة كريم دخن وده بتبقى متغرقة جبنة كري وتوركي مدخن تاني حاجة فطيرة مشكل جبن اضافة بسترمة وده بتبقى الحشو بتاعها داخلي وانا بحبها كده جدا وطلبنا طاص الجبنة بالسجوء وده بينزل معاها عاش فينه ومخلل وجبنا كريب السعادة وده بيبقى ستريبس مع توركي مدخن وصوص السعادة واخر حاجة السعادة بيتسو ده بقى اللي اختراها عندهم البيتزة عندهم ابهرتني الصراحة لعجينة بتاعتها رفيعة وانا بحبها كده قوي وطعمها حلو ومخدومة جدا الفطيرة المشكل جبن بسترمة دي بقى عالمية طعمها حلوة قوي ومخدومة وخفيفة ومش مزيتة نيجي بقى للاختراع ده اول ما تشوفه وتحس ان بطاطس شبس عادي بس لما تدوقه هتعرف انه مش بطاطس اصلا انا مش عارف هم عاملينه ازاي بس حاجة شبهة دوريتوس كده الكريب بقى طعم اللقمة كان حلوة قوي الحشو مظبوط باين انه مختلف ومضيف لو بقى جاي معنا عايش تاخد بالقش بتاعجو الكبين ده بقى هم تقطعوه والدوس بقى معنا بقى هنا كده ايه بقى جايز بقى ده بقى عبود اللي اول واخر حاجة نختم بيها الكمبيلة ده فطيرة السعادة وده بقى اربح تربع بقى اربح صوصات مختلفة وكل الصوصات اللي عليها كاجمدة جدا وعبدو صاحبي ام بالواجب وزيادة عاشق الفزدو رهيبة المطعم اسمه السعادة اكل يبسطك والصراحة مبسطنة جدا نكمل الخروجة بقى بايس كريم من بريك تايم خدناها وروحنا على نادي زفتر رياضي دخول الفردي كان بخمستاشر جنيه وهناك بقى الجو كانت تحفة والقعدة على النيل كانت رايقة جدا بعد كده فتكارت اللي احنا في الشتاء فطلبت السحلب من الكافتيريا بتاعة النادي والصراحة السحلب كان احلب كتير من الايس كريم خصوصا في جو الشتاء ده وبكده نكون قضينا يوم لطيف لذيذ خفيف وشكرا ليكم لو انتوا لسا بتتفرجوا على الفيديو لحد دلوقت